السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا الطريقة مهمة جدا. ازاي نقفل الانتفارس نهائي او نرجع نشغاله تاني بطريقة سهلة جدا. اول حاجة ندخل على الانتفارس بتاعنا بالشكل ده كده. ونطل على اختيار ده. هلأ الانتفارس بتاعنا شغال وموجود وما فيش اي مشاكل. تمام. طب احنا عايزين بقى نقفله خالص. اول حاجة لازم تعملها تستسنى الملف اللي هسيبه لك اسفل الفيديو اللي ده اللي قفلنا الانتفارس. يعني لو الاداة مساعدها صغيرة اللي هسيبه لك اسفل الفيديو دي هتوقف لك الانتفارس. ولو حبيت ترجع وتشغل تاني هتقدر ترجعه ويشتغل تاني. تعال شوف مع بعض كده الاداة ونقدر نستخدمها ازاي. اول حاجة هنخش على قائمة الانتفارس نعمل استثناء للفولتر اللي هيفك ملف المضغوط بتاعه. يعني مكان المصارب مكان البرنامج علشان الانتفارس ما يضربش الملف ده. الاداة دي وما خليهاش يشتغل. اول حاجة هنفك الملف المضغوط كده من غير ما نشتغل من غير ما نشتغل عليها. ونبدأ نختار استثناء للفولتر بتاع الملف ده. يعني ملف الاداة نعمل استثناء كده عشان لما نشغل الاداة ما تتضربش او ما تشتغلش. تمام? خلاص احنا كده عملها للانتفارس ما لوش دعوة بي. تمام? بعد كده هنعمل يبقى? هندخل على الفولتر بتاعنا ونبدأ نعمل كليك يمين عليها وتشغيل كمسئول. هتبتح معنا الوجهة البسيطة دي. تمام? اول حاجة هنعملها. اعيز تغير اللغة من هنا. في كل اللغات. تختار لغة عرب انجليز فرنسية واي لغة انت عايزها داخل البرنامج. والبرنامج ممكن موجودة عند الناس او مش عايفة تستخدمه او مش عايفة تشغله. عشان لما بتيكي تنزل البرنامج ده الانتفارس بضربه. فهي ده الطريقة الوحيدة التي تقدر تقفل الانتفارس بعد ما تعمل السناء لالبرنامج. بعد كم نضغط على الاختيار ده كده هيدخل لنا على المصار البرنامج اللي هو بتاع الانتفارس. لازم تقفل حماية من العبس. لازم تقفل هي دي لتقفل لك الانتفارس. تمام? بعد كنضغط تاني تعطيل مباشرة بضغط الزر واحدة. قدرنا نقفل نهائي. يعني كانه مش موجود خالص. تمام? مش هيرجع يشتغل تاني. طب لو حبيت ترجع وتشغل تاني يعني حبيت ترجع وتشتغل تاني هتضغط على تفعيل هيرجع يشتغل تاني. بس لو حبيت تقفله تاني هتعمل نفسي الطريقة. تمام? كده الانتفارس مش موجود اهو. حبينا نشغله بقى هنضغط هنا تفعيل. هنضغط هنا تفعيل. بعد كده هنرجع الانتفارس هنلاقي يشتغل معنا. لو ضغطنا هنا كده هيفتح لنا الانتفارس على طول اهو. زي ما انتم شايفين هيكونات اشتغلت معنا تاني. اما حاجة هنفعل الحماية من العبس دي عشان هي دي المسؤولة عن اقاف الانتفارس. تمام? نكنسل تاني ونشوف اهو لو عملنا تعاطيل تاني هنلاقي الانتفارس زي ما انتم شوفين كده يطالب منها نقف الحماية من العبس. عشان يبدأ يقفل الانتفارس نهائي. هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقفر بيها الانتفارس. بس لازم تعمل تعمل الطريقة اللي انا شرحتها دي علشان البرنامج ما تحزفش. علشان ناس كتير بتنزل البرنامج ده وما باشتغطش معها. طلعوا عوج الشرح التاعي. ما تنساش تعمل مشارك للقناة وتفعل زر كارس واعمل لو عجبك الفيديو.